موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأجند اليوم هو الخامس والعشرون من شهر نوفمبر للعام 2017 طبعا هناك أخبار نوعية هذا الأسبوع تتعلق بالملفين الفلسطيني والسوري تحديدا فمن الواضح أن الجهود الدولية تتجه لإغلاق هذين الملفين نهائيا وأعني بالجهود الدولية هنا جهود الدول المعنية بالملفين وليس المؤسسات الدولية الشرعية كالأمم المتحدة مثلا روسيا وتركيا وإيران يعملن على إنهاء النزاع في سوريا وفقا لخطة محددة يستفيد منها يعني كل الناس عدد الشعب السوري المظلوم والإدارة الأمريكية مع كل من السعودية ومصر والإمارات أيضا يعملن على إنهاء النزاع في ملف آخر هو الملف النزاع العربي الإسرائيلي وفق خطة تخدم إسرائيل أيضا إسرائيل وحدها الخبر المتعلق بالملف الفلسطيني أورده موقع ميدلست آي البريطاني تحدث عن ما وصفه بصفقة القرن أو الصفقة النهائية التي يطرحها الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب على الفلسطينيين طبعا يمنحهم بموجب هذه الخطة الدولة فلسطينية أربعة في ستة تشمل حدود قطاع غزة والمناطق اللي بيسموها مناطق A وB وأجزاء من المنطقة C هذه مصطلحات محددة في الاتفاقيات السابقة هذه المناطق الموجودة A وB وC في الضفة الغربية أيضا ضمن الخطة أن توفر الدول المانحة اللي هي طبعا السعودية والإمارات تحديدا يوفروا 10 مليارات دولار لإقامة الدولة الفلسطينية الجديدة وبنيتها التحتية بما في ذلك المطارات أو المطار الوحيد والميناء البحري بغزة والمناطق الإسكانية والزراعية والصناعية والمدن الجديدة وتقضي الخطة أيضا لتأجيل البت في وضع القدس القدس سليمان هذا موضوع نأجل الحديث فيه كذلك قضية اللاجئين هذه أيضا مؤجلة حتى مفاوضات لاحقة وإقامة مفاوضات نهائية تشمل محادثات السلام الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية بقيادة السعودية أما الخبر المتعلق بالملف السوري فقد جاء في ختام البيان الذي صدر عن قمة سوشتي أظن سوشتي الروسية بين كل من روسيا وتركيا وإيران حيث دعت هذه القمة الثلاثية الخاصة بسوريا دعت والتي عقدت الأربعاء الماضي دعت ممثلية النظام السوري والمعارضة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطن السوري الذي سيعقد قريبا وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة اللي هم بوتين وأردغان والرئيس الإيراني اتفقوا على مساعدة السوريين في إيجاد حل سياسي للنزاع يتضمن أجزاء يعني يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيها بإشراف أممي ويفضي هذا الحل إلى صياغة دستورية تحظى بتأييد الشعب هذا التعديل الدستوري يعني الانتخابات مع الإجراء الدستوري هذان خبران نوعيا بدت بقية الأخبار بجوارهما مجرد تفاصيل كما سنرى بعد قليل قبل أن يموت بسنوات قليلة كتب نزار كباني الشعر السوري المعروف قصيدة بعنوان متى يعلنون وفاة العرب جاء في بعضها أنا منذ خمسين عاماً أحاول رسم بلاد تسمى مجازاً بلاد العرب رسمت بلون الشرايين حيناً وحيناً رسمت بلون الغضب وحين انتهى الرسم سألت نفسي إذا أعلن ذات يوم وفاة العرب ففي أي مقبرة يدفنون ومن سوف يبكي عليهم وليس لديهم بنات وليس لديهم بنون وليس هنالك حزن وليس هنالك من يحزنون أراد نزار كباني القول أن أمة العرب قد ماتت ولم يتبقى سوى الإعلان عن وفاتها ويتساءل متى يعلنون وفاة العرب والوطن الذي يسمى عربياً كما يقول نزار لم يعد له من هذه التسمية إلا المجاز أما الحقيقة فقد أصبح وطناً مستباحاً لأمم الأرض وطن تحده الأساطيل الأمريكية من المحيط إلى الخليج والروسية والإيرانية والأساطيل الغربية من كل اتجاه وتستوطن إسرائيل ليس فقط فلسطين بل قصوره الملكية والرئاسية أيضاً هذا ما أراد قوله نزار ثم ختم نزار كباني هذا المشهد بلفته مليو درامية وكأنه يعيش بيننا الآن حين قال إن العرب لن يجدوا مكبرة يدفنون فيها ولن يجدوا من يحزن عليهم ولن يجدوا حتى الحزن نفسه يعني مبالغات شعرية لكنها فيها نصيب كثير من الحقيقة التي نشاهدها اليوم لو أن نزار كباني ما زال حياً بيننا اليوم ورأى ما نراه لقال هكذا أعلنوا وفاة العرب أخيراً طبعاً قد يكون في الأمر بعض المبالغة كما قلنا لكن المبالغة لا تخلو من حقيقة الحقيقة أن العرب اليوم يمرون بظروف سياسية هي الأسوأ في تاريخهم كله باستثناء فترة الهجمة المغولية منذ نشأة الدولة العربية في القرن السابع الميلادي وحتى اليوم لم يتعرض العرب لهزيمة قومية كهذه التي تعرضوا لها بسبب الأنظمة الاستبدادية الحاكمة والثورة المضادة للربيع العربي لا أدري لماذا شعرت بأن الخبرين الماضيين المتعلقين بالملف السوري والملف الفلسطيني هما بمثابة إعلان وفاة أو تشيع جثمان لجثة القومية العربية فمع أن قمة سوشتي هذه أعلنت عن حفاظها على وحدة سوريا إلا أن سوريا الجديدة على الأرجح لن تكون سوريا العربية التي عهدناها من قبل كانت البراغماتية السياسية لعائلة الأسد تقدم سوريا في الماضي بوصفها بلد القومية العربية وإن كان جوهرها جوهر السلطة فيها طائفي كما اتضح في السنوات الماضية وقد رافق سقوط سوريا القومية ومن قبلها سقوط العراق رافقها دعوات قومية مضادة للقومية العربية رفعتها أكليات عرقية ودينية كانت هذه الأكليات في خمسينيات القرن الماضي هي التي تنادي بالقومية العربية وتأتي محاولة إغلاق ملف الصراع العربي الفلسطيني أو الصراع العربي الفلسطيني من ناحية الإسرائيل من ناحية أخرى إغلاق على الملف نهائيا تأتي هذه الرغبة وفق الرؤية الصهيونية أيضا لتكون شاهد أخير على كبر القومية العربية خاصة وأن الرؤية الصهيونية كتحظيت بمباركة بعض الأنظمة العربية النافذة طبعا نحن نقول هذا الكلام ولدينا إدراك بأن هذه الأمة لا تموت وأنها مثل طائر العنقاء كل محترك يخرج من بين الرماد ويطير مرة أخرى يعني على المستوى الشخصي أنا مؤمن بأن هذه الأمة لن تموت ومهما أصبحت رمادا لابد أن تنبعث يوما من بين الرماد عموما هل هذا يعني أن كرة اللهب المتدحرجة في المنطقة من سنوات ستتوقف فعلا بإغلاق هذين الملفين مثلا سنحتاج لكمية كبيرة من التفاؤل تفوق قدرة المشهد الحالي لكي نقول نعم أظن أنه من المبكر أن نقول بأن هذه الملفات ستغلق إغلاق نهائي بعد عدد من القتلة يقدر بـ 470 ألف قتيل سوري حتى فبراير 2016 إحصائياً لـ 2016 وفقاً لمنظمة المركز السوري لبحث السياسات البحثية المستقلة وبعد أكثر من 6 ملايين نازح وقرابت 5 مليون طالب لجوء سوري وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا كله حسابات 2016 أرقام عام 2016 وبعد أكثر من 127 ألف مختفي أو معتقل سوري كتل منهم المئات تحت التعذيب في السجون وبعد خسائر في الاقتصاد السوري تقدر بـ 800 مليار دولار وبعد تدمير المدن السورية وبعد أن جربت روسيا أكثر من 200 سلاح فتاك على السوريين وبعد أن تمزقت وحدة الشعور الوطني السوري وبذرت أو بذرت بين السوريين بذرة الفرقة والصراع إلى أجل غير مسمى بعد هذا كله ها هي الدول المتشاركة للملف السوري تقرر أخيراً إغلاق هذا الملف بمؤتمر حوار وطني شامل يشبه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن يعني هناك كلام كثير نود أن نقوله تعليقاً على هذا الخبر لكن حجم المأساة السورية لا يلك به إلا سؤال واحد لماذا حدث هذا وليس هناك سواء إجابة واحدة وخالدة ينبغي أن تنقش في جدران الذاكرة إنه الاستبداد هناك إجابات كثيرة بالطبع إجابات كثيرة أخرى لكنها جميعاً تنتهي إلى علة واحدة هي علة علة العل جميعاً في الوطن العربي الاستبداد غياب الديمقراطية هناك من سيذكر الطائفية وهذا صحيح الطائفية السبب من الأسباب المباشرة للمأساة لكن الطائفية لا تظهر إلا حين تغيب الديمقراطية حين تغيب الدولة الديمقراطية سوريا مثل تونس كان بها قدر من التنمية لا بأس به أفضل من اليمن ومن مصر لولا أن الإنسان كما يقولون لا يعيش بالخبز وحده الإنسان ليس مجرد بهيمة تأكل وتشرب وتنام كما تريد الحكومات المستبدة حتى لو وفرت له يعني لهذا الإنسان بعض حاجاته حتى لو وفرت هذه الدول يعني مستوى من التنمية التنمية وحدها في بعدها الاقتصادي يعني لا توفر الرضا الاجتماعي عن الدولة الرضا الاجتماعي لا يتحقق إلا بالحريات توفير الحريات أو التنمية بمعنى الشامل التنمية الحقيقية هي بنته الحرية وخاصة في الوطن العربي كما قلنا من قبل أظن التركيز على هذه الأبعاد في تعليقنا على ما يحدث أهم من الكلام في تحليل السياسات بالنسبة لنا نحن اليمنيين على الأكل لأن الذي ينقصنا الآن ليس الذكاء السياسي بل الوعي بمخاطر الاستبداد إحنا مش ناقصنا وعي سياسي إحنا كلنا ما شاء الله أذكياء سياسيا لكن ينقصنا الوعي بمخاطر الاستبداد وإدراك الضريبة التي ندفعها نحن كشعوب بسبب الاستبداد ولهذا سنظل نكرر الكلام في هذا الباب إلى أن يمل الملل نفسه لقد كان بإمكان سوريا أن تتفادى هذه الخسائر المروعة كلها لو لا أن نظاما طائفيا مستبدا أصر على البقاء في رأس السلطة دون تقديم أي تنازلات حقيقيا لصالح الأمة السورية وها هو الآن ينصع ذليلا للقبول بحل أجنبي أسوأ من الذي كان يطالبه السوريون عند بداية ثورتهم في العام 2011 من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا إلى مصر والسعودية والإمارات كل هذه التجارب تقول أن الضريبة التي تدفعها الشعوب إذا سكتت عن الاستبداد أو رضيت به ضريبة فادحة جدا في مقابل ثمرة الديمقراطية التي يجنيها الأتراك مثلا في الوقت الراهن هذه قدام من الصور للاعتبار وأصحاب العقل يعتبروا مما هو كائم هذه هي الدول الديمقراطية شوفوا وضعها كيف سواء كانت أجنبية أو إسلامية أو عربية إذا عندنا دولة عربية ديمقراطية وهذه هي الدول الاستبداد شوفوا كيف حتى تلك التي لديها دولة رفع حتى تلك التي مستوى دخل البعيشي فيها جيد الإمارات السعودية من يرضى أن يعيش في الإمارات أو السعودية؟ طبعا في ملايين ممكن من الجوعة لكن هؤلاء الجوعة مجرد ما يشبعوا هيبدأوا يطالبوا بالحريات ويقولوا لك توظف لقمة العيش كرامتي أولا حريتي أولا هذه أوطان لا تصلح للإنسان صحيح الفكر يبدأ يقول لك جيب لي أي وطن في لقمة العيش وأنا موافق لكن مجرد ما يحصل لقمة العيش يبدأ يكتشف ذاته ويكتشف حرية ويكتشف كرامته ويبدأ يطالب بهذه النواقص ولذلك الإنسان لن يستكر إلا بعد أن تمنح حقوقها الآدمية وهي الحرية الحقوق المدنية والسياسية التي تضمن استقرار البلدان وتضمن بناء التنمية إذن فسوريا ذاهبة إلى مؤتمر حوار وطني شامل أطلقوا عليه في قمة روسيا اسم مؤتمر شعوب سوريا شعوب سوريا يتضح من التسمية أن المؤتمر سينتهي إلى الإكرار بمبدأ التعدد الديني والعرقي والمذب في سوريا ومع أن هذا المبدأ يكتضي وجود الديمقراطية المفروض أنه أنت لما تقر مبدأ تعدد الشعوب يعني أنت بتقر بالديمقراطية إلا أن هذا يعني لا البيان ولا أحاديث قادة الدول الثلاث تحدثوا عن موضوع الحكومة الديمقراطية في سوريا فأحنا مش عارفين كيف يوفقوا بين هذا المبدأ مبدأ شعوب سوريا بدون الديمقراطية كيف؟ إلى الآن مش واضح اكتفى بوتين بالقول أن القيادة السورية ملتزمة بعملية السلام والإصلاح الدستوري والانتخابات هي بدو أنه بشار التزم لكن عبارة الإصلاح الدستوري والانتخابات لا معنى لها بدون النظام الديمقراطي يعني كيف إصلاح الدستوري والانتخابات بدون ما تعلن إقامة النظام الديمقراطي والتعدد السياسي هل نفهم من ذلك أن عبارة الإصلاح الدستوري تعني إعلان التعددية السياسية في البلد في سوريا؟ يعني هناك مؤشر واحد يؤيد هذا الاستنتاج هو توجه سوريا للاستغناء عن الأسد من مستقبل سوريا نفهم هذا المؤشر من الخبر الذي نشره موقع إيران واير الذي تحدث عن وجود خلاف روسي إيراني بشأن مصير الأسد هناك خلاف بين روسيا وإيران على مصير الأسد في الفترة القادمة فمع أن روسيا لم تعلن عن نيتها هذه إلا أن القناة الإسرائيلية الثانية قالت أن الرئيس بوتين قال لصفح سوريا في اجتماعهم الأخير أنت آخر رئيس علوي في سوريا هذا ما نكلته أو ما نكلته الكناة الثانية الإسرائيلية قالت أن الرئيس الروسي بوتين قال للرئيس السوري بشار أنت آخر رئيس علوي في سوريا معنى ذلك أنه هذا مؤشر على الانتقال إلى التعددية السياسية وأنه الطائفة المتسلطة هذه يعني على جنب هذا أمر غريب فعلا إذا صح هذا الخبر إذا صح لا يعني بالضرورة أن الأسد سيرحل فورا بمجرد بدء المرحلة الانتقالية كما ترغب المعارضة السورية يعني قد يرحل لكن بعد فترة يعني محددة مزمنة ولا يوجد لدى روسيا مصلحة الآن في بقاء الأسد إذا كان رحيلة سيحافظ على مصالحها يعني إذا ضمنت المعارضة إذا ضمنت المعارضة وضمنت تركيا وضمنت السعودية لروسيا مصالحها في سوريا ممكن الأسد يفكر في الاستغناء عن عن سفح سوريا الأسد ممكن بوتين عفوا يستغني عن الأسد لكن هذا التحليل لن يصدق إلا إذا حدث تحول نوعي في العلاقة بين روسيا وتركيا لماذا؟ لأن العلاقة بينهما في الفترة الماضية كانت من جهة روسيا علاقة انتهازية تقوم على الابتزاز تماما مثل علاقة إيران وتركيا وبقاء الأسد مهم الابتزاز تركيا كانت روسيا وإيران تستغلان أزمة تركيا مع حلفائها التكليديين في الغرب لأنه حليف للناتو كانت روسيا وإيران يستغلوا هذا الخلاف اللي بين تركيا والغرب لكسر نفوذ تركيا في المنطقة ودفعها لتقديم تنازلات والرضا بالأمر الواقع في سوريا كان هذا شكل من أشكال الابتزاز اللي مارسوه على تركيا وهي الزاوية نفسها التي كان يستغلها الغرب أيضا يعني كان الغرب أيضا يستغل الظروف تركيا الصعبة يعني يدرك أن تركيا كانت متضررا من التبدد الإيراني في المنطقة العربية ومن تفتيت الكتلة السنية ومتضررة تركيا من الاحتلال الروسي لسوريا ولهذا حاول الغرب يبتزاز تركيا أيضا طرفين كانوا يبتزوها فما كان من تركيا إلا أن كبلت بأخف الضررين من وجهة نظرها وهو التحالف مع روسيا فإذا مضى هذا التحالف إلى مستوى التحالف الاستراتيجي سيكون من مصلحة سوريا من مصلحة المنطقة العربية عموبا والكتلة السنية كما نقول دائما لكن إيران طبعا بالنسبة الله خط أحمر يعني مش معقول بعد التضعيات هذه كلها توافق إلى أي مدى سنشهد يعني من الذي سيكسب في هذا الملف هذا ما سنكتشفه بالمرحلة القادمة لكن هذا الطريق محفوف بصعوبات كثيرة جدا أمام تركيا فحتى لو رضيت سوريا بذلك فإن إيران والسعودية وإسرائيل وأمريكا والإمارات ومصر هذه الدول على الأكل لن ترضى بأن تحقق تركيا أي نجاح في ملف سوريا وما يهماش الدول السنية هذه من تتفتت الكتلة السنية لأنه الآن ما عادت فكرة الكتلة السنية حاضرة في أذهان هذه الدول التي صارت جزءا من محور إسرائيل الآن هذه الدول تتصرف باعتبارها دول مفردة لا تتصرف باعتبارها جزء من كتلة والسعودية اليوم تتآمر على الكتلة السنية أكثر من إيران يعني لا يهم هذه الدول أن يعني أن يكون النجاح للملف السوري لصالح السوريين المهم أن لا يكون لصالح تركيا لأن المطلوب أن تتحمل تركيا أعباء الحرب السورية دون أن تجني أي فواهد المطلوب هو محاصرة تركيا كما قلنا في حلقات ماضية طبعا القيادة التركية تدرك هذا الأمر وتتصرف على ضوئه بكثير من الصبر والذكاء والحكمة هذا ما استنتجناه من خلال الفترة الماضية يعني تركيا خرجت من مطبات كثيرة تجاوزتها وتجاوزت الشراك كثيرا نصبت لها وكان يراد لها شر كبير من قبل الجميع لكنها نجت بفضل قيادتها الحكيمة إذا صحت الوصف في الوقت الذي كان بعض المراقبين يتساءلون عن مصير سفاح سوريا في اتفاق قمة سوشتي خرجت وسائل الإعلام بخبر عن سفاح البلقان راتكو ميلدتش هذا السفاح الصربي الذي قتل آلاف البسنيين مرتكب مجزرة العصر البسنية في العام 1995 المجزرة التي سقط فيها أكثر من ثمانية ألف بسني مسلم على يد قوات سوربية هذا المجرم نال جزاءه الآن في الأسبوع الماضي فقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي على هذا السفاح حكمت عليه بالسجن المؤبد بعد إدانة لجرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية وهذه هي نفس الجرائم التي ارتكبها سفاح سوريا بل أن سفاح سوريا يرتكب مجازر أضعاف مضاعفة من أي أضعاف يعني بمئات الآلاف يعني على الأقل ميلدتش هذا لم يستخدم الكيموي ضد البسنيين والطريف أن حليف النظامين كان واحد دائما في الحالتين هو روسيا حليف سربيا في تلك المجزرة كان روسيا وحليف الأسد أيضا في مجزرة سوريا هو أيضا روسيا ولعل هذا الخبر يعني يكون مؤشر سماوي على نهاية السفاح السوري وكأنه ربك أراد أن يقول أنه مصير هذا سيكون مثل مصير ذاك ومثل ما صدر الحكم على ميلدتش بعد ربع قرن من وقوع المجزرة لا مانع من أن ننتظر ربع قرن أخرى لنشاهد مصير السفاح بشار أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد نك على موقع الهف بوست العربي خبرا عن تكرير نشرة في موقع ميدلست آي البريطاني بخصوص التسوية التي من المزمع فرضها فرضها في ملف القضية العربية الفلسطينية جاء في الخبر أن الاتفاق سيتضمن إقامة دولة فلسطينية في قطع غزة والمناطق التي تعرف بـ ABC في قطع في الضفة الغربية وجاء في الخبر أن الدول المانحة ستوفر 10 مليار دولار لإقامة الدولة الجديدة وبنيتها التحتية بما في ذلك المطار والميناء البحري بغزة والمناطق الإسكانية والزراعية والصناعية والمدن الجديدة وتأجيل البت في وضع القدس وقضية اللاجئين العائدين حتى مفاوضات لاحقة وإقامة مفاوضات نهائية تشمل محادثات السلام الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية بكيادة السعودية هذا هو الخبر مصطلح صفقة القرن الذي ورد في الخبر يذكر بمصطلح قديم استعمل عنده تقسيم الوطن العربي من قبل لما الدول الاستعمارية في عشرينيات الكرن الماضي قسمت الوطن العربي أطلقت على هذه اللعبة سمتها أو على التقسيم اللعبة الكبرى مصطلح اللعبة الكبرى زمان اللعبة الكبرى واليوم الصفقة الكبرى أو صفقة القرن دائما كان الشرق العربي ميدان اللعب الكبير والصفقات الكبرى بين الدول الاستعمارية ومن زمن كوشنر البريطاني إلى زمن كوشنر الأمريكي الآن لم يتغير شيء في سلوك الدول الاستعمارية هذه الدول عندما تقدر على البطش تبطش وعندما تعجز تكتفي بالمكر فلسطين اليوم يعني مثل يوسف الذي تآمر عليه إخوته وألكوه في الجب وباعه تجار المناصب بثمن بخص الحديث عن خطة ترامب للسلام وهي عبارة عن وعد للفلسطينيين بحكم ذاتي موسع بدون القدس زي ما قلنا وبدون حل لمشكلة اللاجئين مع بكاء المستوطنات وبدون ذكر حدود 67 ومع تأجيل المفاوضات حول الأمور المهمة اللي هي أمور اللاجئين وما شابه هذه يعني لا جديد تحت الشمس هذه الخطة هي نفسها خطة إسرائيل السابقة إسرائيل المحظوظة لم تكن تطالب أكثر من ذلك لكنها فعلا محظوظة فقد وجدت ما طالبت به أكثر وجدت التطبيع نفسه ذهب العرب إليها صاغرين مطبعين خاطبين راغبين حتى قبل أن تحل الكضية الفلسطينية برمتها إسرائيل اللأيمان لن تكتفي بهذا طبعا فهي تعلم أن العرب اليوم يمرون بأضعف حالاتهم وأن حكامهم اليوم مستعدين لبيع كل شيء في سبيل البقاء وهذا طبعا ما أشار إلي نتنياهو في تغريدة أخيرا له قال فيها إن المشكلة ليست في العقام العرب الحكام العرب طيبين وحبوبين وآخر حلاوة قال بل المشكلة في الشعوب العربية يعني يعني الحكام العرب كاموا بواجبهم تجاه إسرائيل لكن العقبة هي في تعنط الشعوب العربية الشعوب هذه لسه مع صلقة على رأي صحابنا المصريين وهذه طبعا ليست معلومة هذا توجيه نتنياهو يوجه أنظمة الاستبداد والفساد العربي التي تتهافت على التطبيق ويقول لها مطلوب الآن تغيير فقافة شعوبكم وتغيير عقائدها أنتوا جبتوا عليكم أنتوا ما كسرتوا جزاكم الله خير جيتوا طبعتوا سلمتوا لنا القضية الفلسطينية حبستوا لنا الفلسطينيين قطعتوا المعونات عندهم سويت واجبكم تجاه بن عمكم باقي فقط الشعب هذا تطبعوه وقال في تغريدة أخرى بدون تغيير كيفية النظر إلى إسرائيل في العالم العربي سيكون صعب جدا توسيع دائرة السلام إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون أيضا لدعاية تحريضية ضد إسرائيل بكلهم يلا اشتحطوا وغيروا ثقافة الشعوب العربية لازم من بكرة أقوم الصبح لك الشعوب العربية بتحب إسرائيل هذه التوجيهات نتنياهو هذه التغريدات هي توجيهات ولهذا نقول أن الأنظمة غير الديمقراطية هي أنظمة تخدم العدو أكثر مما تخدم شعوبها تعالوا نستمع إلى نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن الرئيس العربي الذي جاء عن طريق الديمقراطية عشان نشوف الفرق بين الرئيس جاء عن طريق الديمقراطية ورؤساء آخرين لما نتنياهو يمدح الحكام العرب الموجودين الآن هذه إدانة لهم ولما يتكلم عن محمد مرسي بهذه الطريقة لأن نسمعها بعد شوية هذه شهادة لمحمد مرسي تعالوا نشوف أشكال عن محمد مرسي لا قد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة بمصر في عام 2012 ولكننا رأينا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها وأن إسرائيل ما هي إلا عدو احتل بلد عربي شقيق ولذلك كان لابد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا نيته أنه يريد أن يحذر وأن يتخلص من دولة إسرائيل يعني هذا هو أحد أدلة تآمر إسرائيل على الربيع المصري والربيع العربي هذه هي واحدة من الأدلة على أن الربيع العربي لم يكن مؤامرة إسرائيلية كما كانوا يقولون أو أمريكية الآن أعتقد أنه الجماعة الذين كانوا يقولون الربيع مؤامرة عليهم أن ينكتموا وأن يخرسوا زمان لما كان نتنياه مؤلف كتب زمان في كتابه مكان تحت الشمس كان نتنياه يقول أن الحكام العرب لا يمثلون شعوبهم اليوم أصبح يقول أن المشكلة ليست في الحكام العرب بل في الشعوب العربية والمطلوب كما أشاره هو تغيير ثقافة هذه الشعوب وقناعاتها وهذا الكلام هذا الكلام هو ما تنبأنا به في حلقة سابقة من قبل إذا كنتم تتذكرون قلنا في حلقة هنا سابقة إن مطالب إسرائيل لن تتوقف حتى تغير شكل الوطن العربي وهويته إسرائيل كل ما قدمت لها تنازل ستطلب الذي يلي وستحرص على بقاء الاستبداد والتوتر كائما في الوطن العربي لماذا؟ لأن هذا الاستبداد هو الذي سيضمن بكاءها ضعيفا بكاء المنطقة ضعيفة خاضعة بابتزازها بواسطة الحكومات العربية المستبدة تمكنت إسرائيل من تفتيت الوطن العربي وتمكنت من إضعاف أهم دوله المحيطة به عراك سوريا مصر كل هذه الدول تم إضعافها بسبب الاستبداد والأنظمة المستبدة وبواسطة هذه الحكومات المستبددة استطعت إسرائيل أيضا إطفاء حلم الوحدة العربية من عادي تكلم اليوم بالوحدة العربية؟ وحطمت فكرة القومية العربية نفسها وبواسطة هذه الحكومات تمكنت أخيرا إسرائيل من تحويل خصومها الحقيقيين إلى السجون سجون العربية بتهمة الإرهاب أهم الحركات الإسلامية المعادية لإسرائيل اليوم وأهم المنظمات الإسلامية المعادية لها تحارب اليوم باسم الإرهاب من كبل من؟ من كبل الأعراب أنفسهم وخلال الأسبوع الماضي فقط أعلنت دول الحصار حصار قطر للسعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت الأربعاء الماضي ضم المجلس الإسلام العالمي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى كائمة الكيانات الإرهابية التي سبك أن أعلنتها قبل عدة أشهر طبعا نحن لنا مآخذات ولنا كلام حول هذه المنظمات لكن هذا لا يبرر ما تقوم به هذه الدول لخدمة إسرائيل نحن لسنا نعم لنا مواكف فكرية ولنا ملاحظات على هذه الكيانات لكن هذا لا يعني أن نعطيها لقمة سائغة لإسرائيل هذا ما كانت تحلم بإسرائيل بالطبع وهكذا تذهب الأكدار بإسرائيل إلى ذروة علوها الثاني والأخير الخبر يقول أن السعودية وعدت بالضغط على الفصائل الفلسطينية للكبول بخطة ترامب في مقابل أن تتحمل هي دفع تكاليف بناء الدولة الفلسطينية جديد وفعلا هناك بعض غير مسبوك على هذه الفصائل وصل لدرجة أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رفض استقبال مكالمة هاتفية من جاويد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهرة وهو المسؤول عن التوسط في اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني رفض محمود عباس أن يهاتف كوشنر وهذه حادثة نوعية يعني لم تحدث من قبل يأتي هذا في ظل حالة توتر ظهرت على السطح يعني عكب قرار واشنطن عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية في باشنطن من الخمسينات يمكن المكتب موجود هناك الأول مرة يكفلوا هذا دفع الرئيس عباس إلى الإعلان عن تجميد الاتصالات الفلسطينية مع الولايات المتحدة لكن يبدو أن القضية الفلسطينية في طريقها إلى التصفية وإغلاق ملفها وتسجيل القضية ضد مجهول إلا إذا حدث شيء خارق من ذلك النوع الذي تتحدث عنه النبوءات في الكتب المقدسة بعد هذا الكم من الأخبار السيئة ربما يشعر المشاهد بشيء من الإحباط أو الملل وهذا طبعا مش هدفنا في البرنامج البرنامج هذا فيه شيء صحيح طبيعة شوية فيها غم ونكد وهذه طبيعة السياسة لكن نحن أيضا في البرنامج نشعر بالقرف أحيانا من سوء الأوضاع المحلية والدولية أصبحنا مثل طبيب المختبر الذي يتعامل طوال الوقت مع مخرجاته الإنسان برامج برامج التحليل السياسي تشبه إلى حد ما مختبرات التحليل الطبي مضطرون للتعامل مع الأخبار السيئة طوال الوقت ونخشى أحيانا أن يصاب المشاهد بالإحباط لكثرة ما نعرض عليه من أخبار وتوقعات سلبية ولهذا لهذا ينبغي أن نذكر يعني دائما بأننا نتحدث في حدود معرفتنا البسيطة بالعالم العالم أكثر تعقيدا مما يراه المحللون السياسيون والمنظرون وهناك شيء اسمه الغيب لا نعرف كنها لا ندري بالضبط إلى أين ستنتهي الأحداث المقدمات التي نراها الآن لا تدل بالضرورة على أن الاستبداد سينتصر في القريب وأن الشعوب ستخسر وأن إسرائيل ستكسب يعني هذا ليس بالضرورة قد يحدث العكس تماما هناك عوامل يعني بعضها ظاهر نراه وبعضها خفي عن الأنظار قد تقلب يعني أنا شخصيا لا أستبعد أبدا أن يكون هذا العلو الذي تشهده إسرائيل اليوم هو مجرد الذروة التي سيعقبها السقوط خلال سنوات قليلة لا أستبعد ذلك تحقيقا للنبوء القرآنية في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى أن كان فإذا جاء وعد الآخرة يعني إذا جاء وعد الفساد الثاني والعلو الثاني ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة في تاريخ إسرائيل كله لم يكن لهم علو في الأرض سوى مرتين المرة الأولى بلغت ذروتها بوجود النبي سليمان لما كان ملك على المملكة الكاملة وبعد وفاة سليمان انهارت الدولة وانقسمت إلى دولتين هذه هي المرة الأولى التي بلغوا فيها الذروة ذروة العلو وهذه هي المرة الثانية التي نراها اليوم والآيات تقول إنها الأخيرة ولما نزلت الآيات لم يكن هناك دولة يهودية آنذاك ولا كانت هناك مشكلة متعلقة بالمسجد حتى تذكر المسجد وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة هذه إشارة إلى أنهم سيحتلون المسجد أقول لا أستبعد لا أستبعد ذلك لأن التاريخ حدثنا عن حالات شبيهة لدول كانت على مشارف الانهيار استعادت فتوتها خلال السنين قليلة وانتصرت على عدوها انتصار نهائي يعني العرب اليوم في حالة شبه انهيار لكن لا نستبعد أن تستيقظ هذه الأمة عما قريب وتحدث مفاجئا للعالم مثل ما حصل في القرن السابع بين البيزنطيين السابع الميلادي بين البيزنطيين الروم وبين الساسانيين الفورس كانت الدولة الرومانية في القرن السابع 614 تقريبا كانت على مشارف الانهيار بعد ان انتصر الفورس عليها وتعرضت لجملة من الظروف الصعبة الدولة الرومانية الجيش الروماني كان ذاك كان مفكك بلا رواتب الضباط يتسربون والجنود ويتحولون الى كساوسة على شراء لقمة العيش والأوبئة كانت منتشرة والجفاف والمجاعات ضربت أرض الفلاحين والفلاحين تركوا القرى وهاجروا إلى المدن من أجل لقمة العيش من أجل الخبز لأن الخبز كان في المدن بلاش مجاني فانحسرت موارد الدولة وضاق الحال بالناس جميعا في أرجاء الدولة الرومانية وزاد الطيم بلا أن الحاكم الفاسد فوكاس اللي يشبهه علي عبدالله الصالح وأشباهها نهب أموال الدولة آنذاك ونفائسها الغالية قبل أن يغادر منصبه كما فعل الزعيم وأمثاله أخذ هذا الفوكاس هذه الثروة وحملها على ظهر السفينة لكن من سوء حظه ومن سوء حظ روما أن السفينة غرقت بما عليها من ثروات يعني كما يقول اليمنيون حلقت على روما في هذه الظروف الصعبة نزلت آيات الروم تتنبأ بأن الروم والبيزنطيين سينتصرون على فارس خلال سنين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين يقول المؤرخ هناك من يشاكك طبعا فيه مطابقة هذه الآية للتاريخ لكن المؤرخ الشهير جيبون صاحب الموسوعة الشهيرة سقوط روما قال معلقا على هذه الآية قال إن التنبأ بانتصار روما في تلك الظروف هو أبعد ما يكون عن المنطق لأن الدولة كانت على شفاء السقوط وبع ذلك تحققت النبوة يعني جيبون كان مستغرب كان فعلا يعني اللي كان موجود آنذاك عايش في تلك الفترة كان سيقول مستحيل روما تنتصر على فارس وهي في تلك الظروف ومع ذلك تحققت نقول هذا لأننا لا نريد للناس أن يصابوا باليأس كانت تحدث تحولات غير متوقعة تسقط فيها كل المخططات التي تحاك ضد الأمة الآن اليوم إحنا أصبحنا يعني كاليتامة على مائدة اللئام كل الأمم الكادرة تنهش في لحمنا والعربي هذا مثل الأسد المريض يوما ما سيستيقظ هذا الأسد يوما ما سيتحرك ولديه كل المقومات لاستعادة فتوته وشبابه ونهضة كل المقومات موجودة شريحة وكبيرة وواسعة من الشباب المتعلم الواعي هذه كفيلة بأن تحول مستقبل العرب إلى مستقبل زاهر خلال سنوات كليلة لو أن مفاجأة حدثت على مستوى الأنظمة إحنا منتظرين هذه المفاجأة التي تحدث على مستوى الأنظمة أن تنهر هذه الأنظمة من الداخل أن تحدث ثورات من خارجها أن يحدث شيء قدري والأمة قادرة على أن تستعيد زمام المبادرة أظن إلى هنا انتهت حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر